أهلا بكم سنة خمسة ابتدائي في حل اختبار على المفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي مادة العلوم الفصل الدرس الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد العجب يعتبر كائنا منتجا لأنه اعتمد على باقي الكائنات في صنع غزائه أقول العبارة خطأ ليه؟ هو فعلا العجب يعتبر من النباتات والنباتات ده يعتبر كائن منتج لكن لم يعتمد على باقي الكائنات في صنع غزائه السؤال الرقم الثاني يختزن النبات الطاقة التي ينتجها في سكر الجيلوكوز أقوله العبارة صحيحة النبات ده يختزن الطاقة بتاعته في سكر الجيلوكوز السؤال الرقم ثلاثة يعتبر النصر والديدان من الكائنات المنتجة للغزاء أقوله خطأ أولا النصر ده يعتبر من الكائنات المستهلكة والديدان تعتبر من الكائنات المحللة السؤال الرقم أربع الفرائس هي الحيوانات التي تهاجمها وتأكلها الحيوانات الأخرى أقوله العبارة صحيحة الفريسة ده حيوان بيهاجم ويأكل السؤال الرقم باقي تتكون الشبكة الغزائية من كائنات منتجة مثل نبات الزرة وكائنات محللة مثل الفقر وكائنات مستهلكة مثل الأسد حدد الخطأ في هذه العبارة أنا عندي خطأين أولا ده يعتبر الزرة والفقر والأسد ده مش شبكة غزائية ده يعتبر سلسلة غزائية ده أول نقطة النقطة التانية عندي نبات الزرة ده كائن منتج فعلا والكائن المحلل هو بيقول ليه مثل الفقر الفقر ده يعتبر ايه ده كائن مستهلك أولي وليس كائن محلل تمام كده يبني عندي خطأين أولا ده يعتبر سلسلة غزائية ثانيا ده الفقر يعتبر من الكائنات المستهلكة الأولية وليس من الكائنات المحللة السؤال الرقم 2 اختر الإجابة الصحيحة رقم 1000 تعتبر نقطة المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض لجميع الكائنات الحية القمر الشمس الكواكب النجوم هقول له ايه الشمس طبعا تعتبر مصدر رئيسي للضق والحرارة على سطح الأرض رقم 2 الكائنات نقطة تساعد على إعادة العناصر الغزائية إلى البيئة مرة أخرى ده معلمات مهمة جدا ايه هي الكائنات اللي بتساعد على إعادة العناصر الغزائية مرة أخرى إلى البيئة الكائنات المنتجة المحللة المستهلكة السنوية المستهلكة الأولية أقول له طبعا الكائنات المحللة السؤال رقم 3 بتحصل الكائنات المستهلكة الأولية على طاقتها في السلسلة الغزائية من الكائنات ذاتية التغزية غير ذاتية التغزية المستهلكة السنوية المستهلكة السالسة أقول له ذاتية التغزية اللي هي أقصد بها مين؟ النباتات السؤال رقم 4 يتغزى الصقر على الأفعى لذلك يعتبر الصقر مستهلكا أوليا مفترسا فريسا محللا أقول له إيه مفترسا السؤال رقم بي أكتب المصطلح العلمي لكل من ألف أو واحد مجموعة من السلاسة الغذائية المتداخلة مع بعضها البعض مجموعة سلاسة المتداخلة مع بعض دي اسمها إيه أقول له على طول الشبكة الغذائية السؤال رقم اتنين أول الكائنات الحية في السلاسة الغذائية احنا عارفين أي سلسلة غذائية بتبدأ بكائن منتج اللي هو مين؟ النبات السؤال رقم تلاتة ألف أكمل العبارات الأتية رقم واحد تعتبر الديدان ألفية الأرجل ودودة الأرض من الكائنات أقول له المحللة السؤال رقم اتنين النظام الذي يشمل الكائنات الحية والعناصر غير الحية يعرف بيه أقول له على طول النظام البيئي النظام البيئي هو النظام اللي يشمل كائنات حية وعناصر غير حية السؤال رقم تلاتة الكائنات المستهلكة السالسة تعتبر المستوى نقط في السلاسل الغذائي المستوى السالس السؤال رقم أربعة نموذج بيوضح المصار المتسلسل لحصول الكائنات الحية على الطاقة يسمى أقول له السلسلة الغذائية السؤال رقم با استخدم الكائنات الأتية لتكون سلسلة غذائية بسيطة خنفساء حشائش ضفضع غراب علم بأن الضفضع هي التي تتغذى على الخنفساء أول حاجة في السلسلة الغذائية بنقول إيه تبدأ بكائن منتج للغذاء اللي هو الحشائش ثم بعد ذلك تأتي الخنفساء وتتغذى على الحشائش ثم بعد ذلك الضفضع تتغذى على الخنفساء وأخيرا الغراب يتغذى على الضفضع بكده حبيب قال بينا ننتهي من حل اختباره على المفهوم الثاني صفحة 64 من كتاب سلاحة تلميز بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الدرس لتأسلكم كل جديد وإلى